اشتركوا في القناة احياناً كتير بخاف انه يروح لنفس طريق ابوه يمشي فيه واحياناً بقول خلص يا مريا مرتاحي حاجة فكري ابنك منيح وما في منه وبتركه على راحته عمر مستحيل يخدع مره ولا بيزعي لحده وما رح يفوت بالاعمال السيئة برأيي انت هون مشان ولادك ومشان اللي حواليك يعرفوا الصح والخطأ لهيك لازم يشوفوا ويتعلموا مو ضروري بالنصيحة ولا شو رأييك ما بعرف يمكن هيك وقت شفتي ولادك تغير تفكيرك لا ابدا ما تغير ولا شي بس لما شفت عيون خضر عرفت انه محضر خطة لحتى يطالعني من هون ويرجعني عالبيت يلا ان شاء الله دي ناس طلعي فيني اذا طلعت او ضليت شو ما كان اذا بيلزمك اي شي بتقليلي فورا وانا اكيد رح ساعد الحمدلله مولازمني ولا شي غير الدعاء لا تخافي بنوم الدولة عم تقدم كل شي منحتاجه ومع مطنقص علينا ولا شي بالمرة وخصوصي وقت يكون فين اسوان ومعن ولادهم هون في حضاني كتير بتجني وكاملة مكملة مثل الامم المتحدة تماما فيه من كل مكان ولد بس معلون حدا ما فهمت عليك ممكن تشرحيلي فيه مهجة على الاجانب اه ايه فهمت انت اللي حوالكي وضعون منيح بتمنى انه تخلي هالشغلة بعقلك لانه فيه كتير مساكين مريم لا تعكليهم ابدا رح ساوي كل شي بقدر عليه بس طبعا الاحسن انك انتي تطلعي وقتها منحكي على راحتنا امين ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله يلا لا تخلي الاكل يبرد ماشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر